غزوة تبوك وفي رجب من السنة التاسعة للهجرة وقعت آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة تبوك وتبوك تبعد عن المدينة 700 كيلو تقريبا وكانت هذه الغزوة مع عظم دولة في العالم في ذلك الوقت وهي الروم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيئ لغزو الروم جاء وقت غزوة تبوك في ظروف قاسية الحر شديد والمسافة بعيدة جدا ولذلك تسمى أيضا غزوة العسرة ولم يكن الخروج لغزوة تبوك على التخير وإنما كان على الوجوب يجب على كل مسلم الخروج إلا لمن له عذر كمرض ونحوه ثم حث نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق لتجهيز جيش العسرة فتسابق الصحابة إلى التنافس في الإنفاق فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله فأنفقه على جيش العسرة وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله وأنفقه على جيش العسرة